افسدت تفجير نشوة الفخر والقوة التي كانت من اهداف العرض العسكري في الذكرى الثلاثين لبدء الحرب العراقية الايرانية او ما يعرف في ايران بيوم الدفاع المقدس اداة تفجير قنبلة موقوطة قالت مصادر امنية انها وضعت قرب مصاري العرض لم يصب احد من العسكريين واغلب الضحايا كان من النساء والاطفال الذين كانوا يشاهدون العرض حسب مصادر الحكومة وقع الانفجار في مدينة مهاباد عاصمة محافظة اذربيجان الغربية في شمال غربي ايران وقرب الحدود مع العراق وتركيا هذه المنطقة يكثر فيها السنة الاكراد بصورة خاصة وسرعان موجهت الحكومة اصابع الاتهام الى جماعات كردية مسلحة تسعى للدفاع عن حقوق الاقلية السنية الكردية في ايران ذات الاغلبية الفارسية الشيعية يذكر ان مهاباد كانت عاصمة ما عرف بجمهورية كردستان ايران التي حاول الاكراد اقامتها لكن الجيش الايراني استعادت سيطرة عليها عام 1946 كما شهدت تلك المنطقة الكثير من الموجهات المسلحة في العقود الاخيرة بين القوات الايرانية والجماعات الكردية المناوئة لها التي يعتقد انها تتمركز في جبال شمال العراق او جنوب شرقي تركيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة